الذي يقول قائل أنا أخطأت في السابق ومنذ سنوات وأنا أفعل المعصية لوحدي في الخلوة ليس معي أحد إلا الله مثلا أنظر المحرمات أو أغش في الاختبارات أو أعاكس أو حتى أخذ أموال لا يصح أن أخذها فماذا أفعل الآن؟ الجواب طبعا توبة لكن يمكنك أيضا أن تفعل شيئا آخر شيء ذكي إذا عصيته بالخلوة سابقا فحاول أن تطيعه الآن ولكن بالخلوة أيضا فكما أنك عصيت بالخلوة لما لم يراك أحد فاحرص أن تطيعه عندما تكون لوحدك حيث لا يراك أحد قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين مثلا تصدق بالسر نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صادقة السر تطفئ غضب الرب اركع بعض الركعات اعمل عمل بسيط ولو كان شيئا سهلا بسيطا ولو كان اطعام حيوان مثلا لكن بالسر لا يعلم بذلك أحد فقد كان صالحون يستحبون أن يكون للرجل عمل صالح مخبأ لا يعلم به أهل بيتي